معنا سؤال من الأسئلة اللي وفتت على صفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة أخت فاضلة بتقول هناك مبلغ بالبنك بدفع زكاة المال من الفائدة سنوياً وهذا العام طرأت ظروف لأحضر قريبهم مما اضطررتوا لإعطاء الفائدة شهرياً لهم ما هو الموقف لزكاة المال ما عليه الفتوى في مصرنا وعصرنا إن المعاملات مع البنك جائزة شرعاً زي ما نقلنا لحضراتكم أكتر من مرة وبناء على كده إنه توصيف وظيفة البنك إنه مؤسسة اعتبارية استثمارية مش إقراضية وده ما استقر عليه كمان القانون رقم 88 لسنة 2003 والليحة التنفيذية بتاعته لسنة 2004 وعليه فإنما يسمي بعض الناس إنه قرد وإقراض والناس مصممة على ده هو في حقيقته أو في حقيقة وصف هذه المؤسسة يعد استثماراً وتمويلاً لشراء السلع وهذا لا شيء فيه ودايماً بنقول ونذكر بما علمنا إياه علماء الأصول بأنه العبرة بالمسميات والحقائق والمعاني يعني العبرة بالحقائق والمعاني معذرة لا بالأسماء والأشكال والمباني يعني ممكن يكون البنك مثلاً أو البنوك في بلدنا وفي العالمين بيستعملوا كلمات معينة اعتادت هذه المؤسسات على استعمالها بتوحي بشكل معين في المعاملة لكن حقيقة المعاملة ليست ذلك وبالذات في بلادنا وديارنا إنها مؤسسات بتحفظ أموال المواطنين وبتستسمرها وهي كذلك تساهم في الحركة الاقتصادية للبلاد وبالتالي ده نوع من الاستثمار والبناء والتعاون ما بين أفراد الأمة والمؤسسة التي تنتمي إلى البلد فبالتالي أنا ما فهمش إن دي لأ دي قائمة على الإقراض لا بعد ما القوانين اللي طلعتوا اللوائح التنفيذية التابعة لها هذه المؤسسات مؤسسات استثمارية حقوق المواطنين فيها محفوظة فده شيء ضروري بيكفلوا الدستور فده شيء برضو مهم إن المواطن عليه إنه يبقى عرفه وبناء على هذا التصور كانت هذه الفتية وهذا الاختيار الفقي وبناء على ما قدمت يجوز أخذ هذه الأرباح والانتفاع إن إحنا ننتفع بها في حياتنا سواء بتعيش منها أو إن أنا أخرج منها الزكاة أو إن أنا أتصدق بيها في مسألة برضو تانية مهمة إنه الزكاة نذكر بيها ركن من أركان الإسلام الخمسة وإن ليها شروط عشان أقول المال ده يجب فيه الزكاة أو إنه هذه من الزكاوات لابد إنه يبلغ المال النصاب المفروض وده هو ما يعادل 85 جرام ده باير 21 وإنه وقت ما يكتمل كده يمر عليه عام هجري كامل من غير ما ينقص هذا المال عن النصاب شيئاً أثناء السنة أثناء الحول فإذا تحقق ذلك فيخرج صاحب ذلك المل منه 2.5% عن الأصل والربح لأصناف المستحقة التمانية اللي نص عليها القرآن الكريم وهذا هو الأصل المقرر إن أنا حاطت فلوس بتشتغل بطلع على الأصل والربح بعد اكتمال الشروط طيب إذا كان هذا المال على هيئة شهادات بقى ودائع الإنسان بينفق من الريع بتاعها على أمور المعيشة بتاعته وإنه يضيق عليه أو هيبقى صعب يطلع على الأصل والربح مش مكفيه العوائد دي جاز لذلك الإنسان أن يقلد قول بعض العلماء المعاصرين بإخراج 10% من الأرباح فقط سواء الأرباح تبيجي لك شهرية كل 3 شهور أيما كان وإنت بتتعيش من هذه الأرباح فتطلع وقت ما تسلمها 10% ويبقى هو دائب أنت قلدت من أجاد ذلك من بعض الفقهاء المعاصرين هناك مسألة أخر كل ده من خلال السؤال بتاع حضرتك إنه لا مانع شرعا من أن أقصر أو أخصص إعطاء الذكاء بتاعتي على شخص واحد من الأقارق مدام الشخص ده من الأصناف التمانية المستحقة المذكورة في آية سورة التوبة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لكن بشرط أن لا تكون نفقة هذا القريب واجبة على من يقوم بإعطاء الذكاء له لا تجب علي نفقته أقدر أديله من الذكاء خصصت مال الذكاء بتاعي لهذا القريب الفقير ما فيش مانع إن أنا أكفل أسرة قريبة بمال الذكاء وهم من أهل الاستحقاق ده هو المفروض اللي إحنا نرعيه وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول إذا أعطيتم فأغنوا إذا إحنا بنطلع الذكاء بنطلع شيء للمستحقين نديهم الشيء اللي يكفلهم أكلهم شربوهم علاجهم أمورهم الأساسية والضرورية فإن كانوا من أهل الاستحقاق يبقى أنت بتخصص مال الذكاء لهم فلا مانع بل ده هو المطلوب لو إن كل غني في أسرته أو كل صاحب مال وجبت فيه الزكاء أو كل صاحب مال وجبت فيه الزكاء راعة فقراء الأسرة بتاعته أو الأقارب بتوعه هذا من بابي أولى وجاء به التأكيد النبوي الشريف أن الصدقة على الفقير الإنسان بيأخذ صدقة بيأخذ ثواب الصدقة أما على الفقير القريب المسكين يأخذ ذلك المتصدق بيأخذ أجرين أجر أنه بيطلع صدقة وأجر أنه بيصل بذلك رحمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن